موسيقى من الميادين نشرة مفصلة للأنباء أهلا بكم وإلى العنوين الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ إسرائيلية فوق ريفي دمشق الجنوبي ومحيط مطار دمشق الدولي يعتزم طرح مشروع قانون لحل الكنيسة والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن ضبابية تحيط بزيارة بايدن لكيان الاحتلال الدفاع الروسية تعلن انتهاء عملية تحرير منطقة أزوفستال ومدينة ماريوبل واستسلام آخر مجموعة من قومي أزوف وتظل تنأى أيها الوطن الرحيل كأن قصد المستحيل رحيله الشاعر مظفر النواب تاركاً إرثاً من الأدب والشعر لم يخلو من النقد اللادع وقصوة المشفق على الأمة أهلاً بكم أفاد مراسل الميادين بأن الدفاع الجوي السوري أسقط صواريخ إسرائيلية باتجاه تل المانع فوق محيط مدينة الكسوة في ريفي دمشق الجنوبي ومحيط مطار دمشق الدولية مع سماع أصوات الدفاعات الجوية في أحياء العاصمة الجنوبية أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن العلاقات مع العالم العربي من الثوابت التي لا نقاش فيها لكنه شدد خلال كلمة له في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد القائد مصطفى بدر الدين أن النظام العربي غير قادر على حماية لبنان لأنه لم يستطع حماية فلسطين لا يتوهمن أحد أن العالم العربي قادر على حماية لبنان هو لم يستطع حماية فلسطين عندما كان قويا ومغتدرا وموحدا ومتماسكا ولم يستطع حتى الآن أن يحرر فلسطين وهو كذلك لم يستطع أن يحمي لبنان عام 1982 وكذلك لم يستطع أن يحرر لبنان ولم يساعد في تحرير لبنان سيد نصر الله قال أن نكبة الخامسة عشر من أيار لم تكن نكبة فلسطين فقط بل نكبة كل العربي أيضا وأكد أن الشعب الفلسطيني لم يعد ينتظر أحدا وحسم خياره بالمقاومة أمام وأزاء هذه النكبة هو موقف الشعب الفلسطيني وما يجري وما جرى خلال عقود وما يجري الآن في السنوات القليلة الماضية وما جرى العام الماضي في سيف القدس وما جرى في الأسابيع القليلة الماضية الرسالة القوية والمهمة هنا أيضا أن شعب فلسطيني خلاص يعني لم يعد ينتظر لا دول عربية ولا أنظمة عربية ولا جامعة الدول العربية ولا منظمة تعاون إسلامي ولا مجتمع دولي ولا مجلس أمن دولي ولا قرارات دولية حسم خياره منذ وقت طويل وهو اليوم حاضر في الميادين وحاضر في الساحات وأنا أعتقد في الحد الأدنى يعني خلال 20-30 سنة الماضية أن إيمان الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني بخيار مقاومة الآن أقوى من أي زمن مضى السيد نصر الله أشار إلى أنه يجب السعي إلى دولة عادلة وقادرة كما شددها على أن الأساس هو السلطة التي تحكم هذه الدولة وارتباطاتها هل تجرؤ أن تتجاوز وأن تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وكل مستكبري هذا العالم لتقدم المصالح الوطنية الكبرى على أي مصالح حزبية أو طائفية أو مذابية وحتى شخصية وسأتا فينا نجي نقول الدولة والسلطة نعم يجب أن نسعى إلى دولة لما نحكي عن الدولة العادلة والقادرة الدولة القادرة ليس فقط لعندها سلاح يا ما في دول عند سلاح وليس الدول المقادرة لأنها جبانة لأنها لا تملك شجاعة استخدام هذا السلاح في حماية ثرواتها وشعبها وسيادتها وأمنها جزء من كون الدولة عادلة وقادرة التي ننادي بها أن تكون سلطتها وطنية مخلصة صادقة شجاعة وتقدم المصالح الوطنية على كل المصالح الوطنية السيد نصر الله كذا جدية العمل على استخراج النفط والغاز وخصوصا في البلوكات الجنوبية مشددا على أن استخراج النفط هو باب الأمل الأساسي للخروج من الأزمة في لبنان نؤكد على موضوع جدية العمل على استخراج النفط والغاز خصوصا من البلوكات الجنوبية 8 و 9 و 10 هم مش رايحين للعمق هم بعدنا عم نحكي على حفة الخط 23 هاي بلوكات تلزمت لشركات ولازم ينطلب من هاي الشركات تجي ما تتعلل لا بحجي ولا بسبب طبعا نحن ما حكينا بموضوع الغاز والنفط واستخراجه بالمهرجانات الانتخابية بس للانتخابات هذا مش كلام انتخابي هذا كلام بالنسبة لنا جدي على الآخر لأنه باعتقادنا هو باب الأمل الأساسي غيرش حادي طبع صندوق نقد الدولي غير الديون اللي بنا إذا عطوا قروض من الخارج إلى فلسطين المحتلة حيث يعتزم حزب الليكود طرح مشروعي قانون لحل الكنيسة يوم الأربعاء المقبل عقب تقديم عضو الكنيسة غيداء لناوي زعبي من حزب ميرتس استقالتها من الاتلاف الحكومية وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن رئيس كتلة الليكود ياريف لاثن أعلن أنه قريبا سيجري استبدال حكومة الفشل والعزي برئاسة بينت ويلابيد بعدما أصبحت حكومة أقلية في الكنيسة واتهم الحكومة بالفشل في الأمن والاقتصاد وفي كل المجالات إلى ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل باتت موضع تساؤل بسبب الوضعين السياسي المتزعزع والأمني الحساسي في إسرائيل صحيفة يدعوت أحرانوت نقلت عن مصدر إسرائيلي رفيع قوله إنه لن يفاجأ إذا ألغى البيت الأبيض الزيارة كما رأت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تمتنع عن تحديد تاريخ الزيارة عن قصد بسبب انتظارها أن تتضح الأمور في إسرائيل وبالعودة إلى سوريا ومتابعة للغارات الجوية الإسرائيلية العدوان الإسرائيلي على مناطق في ريف دمشق ينضم إلينا من دمشق مراسل الميادين محمد الخضر محمد ماذا عن الغارات المناطق المستهدفة وأن كانت هناك أي أنباء عن شهداء أو جرحة حتى اللحظة هو العدوان الإسرائيلي الصاروخي تركز بشكل أساسي في ريف دمشق الجنوبي عندما نتحدث عن ريف دمشق الجنوبي هذه منطقة واسعة وممتدة تقريبا الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ في محيط مدينة الكسوة حوالي 25 كم متر جنوب دمشق في محيط تلال المانع جراء التصدي لتلك الصواريخ والأهم باتجاه محيط طريق مطار دمشق الدولي ومحيط المطار الدفاعات الجوية ساهمت في المنطقة الجنوبية حتى في شمال السويداء بالتصدي لتلك الصواريخ المعادية طبعا جرى أسقاط عدد من هذه الصواريخ هناك حريق على ما يبدو على الأقل من خلال النظر نشب في مناطق محيطة في طريق المطار حتى الآن لا توجد حصيلة حتى الآن معلوماتنا تتحدث عن أضرار مادية بشكل أساسي تعلم أنت أن هذه المنطقة المستهدفة محيط طريق المطار محيط المطار الدولي هذا مطار مدني يخدم رحلات جوية ربما يعني يشكل عبا وعائقا أمام حتى تحرك الطيران المدني في مثل هذا التوقيت ننتظر في الواقع ربما خلال وقت قصير للغاية ربما هكذا وعدنا ببيان عسكري يحدد طبيعة هذا العدوان والمناطق المستهدفة وأن كان هناك ضحايا نتيجة هذا العدوان هذا العدوان في الواقع هو الثاني خلال أقل من أسبوع تذكر الأسبوع الماضي كان هناك عدوان استهدف منطقة مصير وهو تقريبا الثلاث عشر الذي يستهدف الأراضي السورية العدوان الإسرائيلي الثلاث عشر منذ مطلع هذا العام شكرا لك مراسل الميدين محمد الخضر على هذه المعطيات الخطأ في تشخيص مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي والاعتقاد بأنها تعود لحزب الله والفشل في إسقاطها أحرجت الجيش الإسرائيلي وطرحت أسئلة بشأن قدرة سلاح الجو على مواجهة خطر الطائرة من دون طيار تقرير منال إسماعيل بالحادثة المحرجة وصف مراقبون تشخيص مسيرة تعود للجيش الإسرائيلي على أنها تابعة لحزب الله والتعامل معها على هذا الأساس حرجون زادت من شدته حالة الهلع التي أصابت المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة والأسئلة الصعبة التي أثارها هذا الفشل المتعدد الأبعاد بسبب خطأ في التشخيص وعدم التنسيق أطلقت صواريخ اقتراضية على مسيرات إسرائيلية للاعتقاد بأنها تعود إلى حزب الله ولحسن الحظ لم يخطئ في التشخيص فقط بل في الإصابة أيضا والتحدي حاليا أمام سلاح الجو هو عدم التسبب بأخطاء محرجة كهذه الأخطر في هذه الحادثة لا يقتصر برأي مراقبين على الخطأ في التشخيص فحسب بل يكمن أيضا في سلسلة من الإخفاقات التي تتعلق بالفشل في اعتراض المسيرة وانطلاق سفارات الإنذار ذلك كله مع الأخذ بالحسبان أن الجيش الإسرائيلي وسلاح جوه في ذروة التأهب على خلفية التوتر الأمني ومناورة مركبات النار التي تجرى في هذه الأيام هناك أمور متعددة تثير علامات استفهام صعبة ومقلقة من الخطأ في التشخيص مع أن طائرات سلاح الجو لديها منظومات تشخيص متطورة مرورا بعدم إسقاط المسيرة وصولا إلى سفارات الإنذار التي انطلقت بفعل الصاروخ الاعتراضي لدينا هنا إخفاق وعدم ربط بين المنظومات مسارعة الجيش الإسرائيلي إلى محاولة معرفة أسباب الفشل في اعتراض المسيرة وتبعاته قابلها بروز خلاف بين الوحدات المعنية بالحادثة على خلفية تقاضف المسؤوليات عن الفشل والإخفاق القطيرين للحادثة هناك خلافات بين الوحدات التي لها صلة بهذه الحادثة بشأن تحديد المسؤوليات اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تخفق فيها منظومات الاعتراض الإسرائيلية إذ السبق أن أخفقت في اعتراض وإسقاط مسيرة تابعة لحزب الله في شهر شباط فبراير الماضي الأمر الذي يطرح برأي خبراء الكثير من الأسئلة المفتوحة بشأن جاهزية الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو لمواجهة أحدث وأخطر التحديات على إسرائيل المتمثلة في سلاح الطائرات من دون طيار أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين انتخاب أحمد سعدات أميناً عاماً لها وجميل مزهر نائباً له إضافة إلى انتخاب أعضاء في المكتب السياسي جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني الثامن لجبهة الشعبية حيث ناقش أعضاؤها البرنامج السياسي للجبهة وأكدوا تمسكهم بالسمرار النضاري من أجل هوية الشعب الفلسطيني الموحدة الشارع الإسرائيلي بعد موجة العمليات الفلسطينية المستمرة وتهديدات المقاومة لا يشعر بالأمان داخل كيان الاحتلال هنأمة حميدة اشتركوا في القناة شهرين على عملية كاسر الأمواج العسكرية الإسرائيلية يمكن القول إنها فشلت العملية جاءت رداً على موجة العمليات الفردية الفلسطينية التي أصابت المدن الإسرائيلية في العمق وبيّنت حجم الإخفاق الاستخباري منظومة الأمن الإسرائيلي أصيبت في عصبها الرئيسي وأثبتت أنه بإمكان اختراع هذه المنظومة الأمنية وهذا جعل المواطن الإسرائيلي لا يشعر به الأمن والأمان وبالتالي عدم شعور المواطن الإسرائيلي بالأمن والأمان يدفع بهذا المواطن الإسرائيلي إلى أن تصبح الهجرة الطاردة أكثر من الهجرة الوافدة أكثر من 780 عملية مجموع ما نفذ وأحبط منها بحسب المعطايات الإسرائيلية منذ مطلع العام الأهم من المعطى العددي هو اختراقها للوعي الإسرائيلي حيث باتت جرائم الاحتلال في الأقصى وفي الضفة الغربية تنعكس في قلب تل أبيب استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد أن 64% من الإسرائيليين لا يشعرون بالأمان في إسرائيل هذه كلها أدوات رضع وأدوات ضغط تؤثر بشكل كبير جدا على مجتمع يعتقد أنه محصن ومجتمع يعتقد بأنه يمتلك قوة صاحقة لأعدائه فقوة الرضع قد هزت بشكل كبير جدا والتهديدات التي طلقوها أخيرا من خطاب السنوار في نبرة التحدي ونبرة الجرأة وصقف التهديدات التي ألقاها انعكست على عملية صخت كامل لدى المجتمع الإسرائيلي وزير الأمن الإسرائيلي بني جانتز تحدث أخيرا حول مخاوفه من أن مستقبل إسرائيل سينتهي في منطقة جغرافية محدودة فضلا عن إيهود باراك رئيس الوزراء الأسبق الذي وصف التهديد الداخلية لانقسام المجتمع الإسرائيلي بلعنة العقد الثامن محذرا من الخراب كل ذلك ينسجم مع تهديدات حلف القدس ويأتي بعد عام من سيف القدس الذي أعلنت المقاومة أنه لم يغمد فلسطين على خارطة العالم مجددا ربما كان ذلك من أهم مخرجات سيف القدس التي نسفت صفقات التطبيع والازدهار الاقتصادي مقابل الوطن وكرامته وهزت العرش الإسرائيلي هنا محميد القدس المحتلة الميادين تطور أداء الإعلام العسكري للمقاومة في غزة كان لافتا خلال العدوان وكان له دور مهم في الدعاية والحرب النفسية ضد الاحتلال تقرير أحمد غانم لم تكتف المقاومة الفلسطينية بتطوير قدراتها العسكرية طوال الأعوام الماضية فحسب إذ بدى واضحا خلال معركة سيف القدس تطور أداء إعلامها العسكري أيضا لكونه جزءا مهما من الحرب الدائرة واعتمدت المقاومة في توجهاتها إبقاء جمهورها على صلة وتحديث دائم بمجريات أدائها الميداني عبر تحديث مواقعها الإخبارية ونشر مقاطع إطلاق الصواريخ والعمليات المختلفة وبث رسائل لاسلكية فضلا عن نشر أناشيد ورسائل عبر الفضائيات والإذاعات رفعت من خلالها الروح المعنوية لأهالي غزة استطعت المقاومة أن تمرر عديد من المشاهد القوية التي أثرت على الجبهة الداخلية من خلال استهدافات معينة ودقيقة طائرة مسيرة تسادف هدف معين التأكيد على أن الاستهدافات كانت لمواقع عسكرية كما حصل في منطقة عسقلان هذه الأدوات التي استخدمت كانت ضمن استراتيجية المقاومة أنها يجب ومن الضروري أيضا التأثير على الجبهة الداخلية في إطار الحرب النفسية لوحة من دماء الشهداء الزكية اختيار المقاومة عنوين معاركها فضلا عن خطابات ناطقين العسكريين باسمها وتصريحاتهم كان لها دور مهم في إطار الحرب الإعلامية والدعائية النفسية الموجهة ما أسهم في تحصيل الجبهة الداخلية الفلسطينية وإضاف معنويات العدو والتأثير في جبهته الداخلية أنا أعتقد أن خطاب المقاومة كان من أهم عوامل نصر في معاركة سيف القدس بحيث أنه كان خطابا تحدي مثل التحدي واستطاع تنفيذ هذا التحدي بشكل أساسي ونجحت المقاومة بمعركة المصداقية بشكل أساسي لأن كل هذه التهديدات التي صدرت من المقاومة تنفيذها كل ثمن أدفعه وسأدفعه هو فداء للأقصى والقدس استفادة المقاومة من تجاربها السابقة أيضا أتاح لها جعل خطابها الإعلامي متجاوزا للحدود أسهل علينا من شربة الماء إذ تمكنت من تحريك الضفة والداخل المحتل فضلا عن تجهيش مزيد من التأييدين العربي والإسلامي وحشدهما أيضا إدراك المقاومة أهمية الإعلام في الصراع الدائر مع الاحتلال جعلها تواصل تطوير أدوات ورسائل خطابها الإعلامي لكشف زيف الدعاءات الاحتلال وخسائره وتعزيز روح المعنوية للفلسطينيين أحمد غانب غزة الميادين بالاهتمام والتجاهل تختار أغلبية وسائل الإعلام الغربية تعامل مع أي حدث على مستوى العالم كيف يجزئ الإعلام الغربي الإنسانية في تغطيته للأحداث حسين السيد أهلا بكم ازدواجية المعايير صفة يتمتع بها معظم وسائل الإعلام الغربية في تغطيته للأحداث ربما لم يصف أحد بوضوح طريقة التعاطي هذه كما فعل وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف دعونا نتابع هذا التسجيل ومن ثم نكمل إذا باتت فلسطين مثالا حيا على استراتيجية التجاهل الإعلامي التي يتبعها الغرب ألام الفلسطينيين ومآسيهم في أسفل قائمة اهتمامات الإعلام الغربي رغم أن نضالهم مليء بالصور اليومية التي توثق جرائم واعتداءات الاحتلال يبدو واضحا الانحياز إلى الرواية الإسرائيلية وتبني بيانات الجيش الإسرائيلي عند كل عدوان أو جريمة مع التغاضي في كثير من الأحيان عن إبراز حجم الدمار وعدد الشهداء الفلسطينيين فالمساحات المخصصة في النشرات والصحف الغربية لمثل هذه الأحداث قليلة على العكس تماما تفتح التغطيات على مدار الساعة في الإعلام الغربي حول ما يجري في أوكرانيا حتى من دون صورة توثق الحدث أحيانا تتناقل وسائل الإعلام الغربية الأخبار وتنحاز إلى جانب واحد في تغطيتها هذا التغير في اللهجة يرتبط بالموقع الجيوسياسي للبلد لكن أيضا بلون البشرة والشكل من منا لا يذكر هذه التصريحات العنصرية التي أدل بها مراسلون وصحفيون غربيون خلال مداخلاتهم حول جنسية ولون بشرة الأوكرانيين ما جعلهم بنظرهم طبعا مختلفين عن غيرهم معركة سيف القدس نقلت الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي إلى موقع متقدم وجديد بكل ما يعنيه ذلك من توازنات مختلفة وأفاق أوسع بحيث لم تعد لإسرائيل اليد العليا في أي معركة مقبلة معركة أسست لنقل محور المقاومة من موقع المدافع إلى تحالف استراتيجي حسن عبدالله كان لكسر الحملة الخربية الإسرائيلية على القدس والفلسطينيين من خلال سيف القدس وربط ساحات المواجهة بعضها ببعض شعبيا وعسكريا وسياسيا معاني نوعية واستراتيجية أخرجت المعركة من سياقها التقليدي أي الفعل ورد الفعل هو مستوى أشمل وأعمق قضى بتحول محور المقاومة من إطار جامع إلى حلف مطاربط نشأ حلف القدس من قرار تاريخي اعتبار المدينة المقدسة مبتدأ الكفاح العربي والإسلامي وتوحيد دول المقاومة وأطرافها وتياراتها في المعارك والمواجهة المقبلة حسم الهوية والهدف تحت عباءة حلف القدس مثل بداية عصر جديد بخيارات حاسمة تضع جهود المقاومة في طحونة واحدة وبوصلة مشتركة عبر معظم الأطراف المعنيين عن انصرهارهما فيهما وفي الطالعة فصائل المقاومة الفلسطينية وأطرافها المشتبكون يوميا مع الاحتلال ومشارعه ليس خطاب مرشد الثورة الإسلامية الأخير بشأن القضية الفلسطينية إلا واحدة من الركائز التي على أساسها يقوم حلف القدس فطهران بمقدراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية حاسمت مرة جديدة خيارها دعما وسندا وعمقا للقدس وفلسطين خيار أكليمي وازن يستند أولا وأخيرا إلى القوى الحية المكافحة في الفضاء القومي العربي والإسلامي نصرة للقضية الفلسطينية من لبنان إلى سوريا والعراق واليمن وانخراطا في معارك ضد حملات الهيمنة والتطبيع التي بلغت أعتى مراحلها عبر اتفاقات تتبيع وإلحاق خليجية بإسرائيل بذلك يكون حلف القدس أمام معركة جيوستراتيجية مفتوحة على محاور وقوى منفردة ومجتمعة تحت إدارة واشطن ما يمنح أفق الصراع بعدا وجوديا ومصيريا أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اكتمال عملية التحرير الكامل لمصنع أزوفستال وماريوبل من المسلحين الأوكرانيين وأعلنت وزارة الدفاع الروسية على لسان المتحدث باسمها استسلام آخر مجموعة من كتيبة أزوف وقوامها خمسمائة وواحد وثلاثون مسلحا في منطقة مصنع أزوفستال مضيفا أنه تم إخراج من يطلق عليه قائد نازي أزوف من منطقة المصنع في سيارة مصفحة خاصة بسبب كراهية سكان ماريوبل له ورغبة المواطنين في معاقبته على العديد من الفضائع أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن تحرير لوغانسك في إقليم دونباس بات وشيكا شويغو أوضح أن الجيش الروسي وقوات من دونياتسك ولوغانسك تواصل توسيع السيطرة على أراضي دونباس وأضاف أن 1908 مقاتلين أوكرانيين سلموا أنفسهم من أزوفستال كما أشار إلى أنه سيجري إنشاء 12 وحدة وتشكيلا عسكريا جديدا في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا بحلول نهاية العام الحالي ردا على تحركات الناتو إن تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية أوشك على الانتهاء القوات المسلحة الأوكرانية تحاول تأخير تحركات القوات الروسية ولا تسمح للسكان المحليين بالخروج من المدن والبلدات مستخدمة إياهم كدروع بشرية كما ويستمر حصار مصنع أزوفستال تم إجلاء المدنيين من أراضي المصنع بعد أن احتجزهم القوميون الأوكرانيون هناك لقد تم إنقاذ 177 شخصا من بينهم 85 امرأة و47 طفلا أعلن وزير المالية الألمانية كريسيان ليندر أن بلاده لا تؤيد فكرة الحصول على قرد أوروبي مشترك لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا وذلك خلال متبر صحفي عقب اجتماع مع نظرائه من دول مجموعة السبع بشأن المساعدات لأوكرانيا ألمانيا ترفض تقديم المزيد من أموال الاتحاد الأوروبي من الجيل المقبل لأي غرض لقد اتفقنا على أن الوضع المالي لأوكرانيا يجب أن لا يكون له تأثير في دفاعها الناجح ولا أرى ضرورة لإجراء جولة مهمة أخرى لجمع الأموال في قمة مجموعة السبع وعلمانيا قدمت ما أمكنها من مساهمة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتحدث مع قادة فنلندا مع الحفاظ على معارضته لعضويتها إلى جانب السويد في حلف الناتو بسبب ما قال أنه دعم البلدين لأعضاء جماعة إرهابية سنواصل كل المناقشات من أجل عدم ترك المسار الدبلوماسي لكننا نقول هذا بوضوح لدينا كل المعلومات والوثائق المتعلقة بتلك المنظمات الإرهابية ونحن الضحية ولن ندعم وصول منظمة إرهابية إلى عضوية الناتو لأننا ندرك حساسيات الناتو المتعلقة بالإرهاب ونؤكد حقيقة أن الناتو هو منظمة أمنية قال الرئيس الكرواتي أنه سيطلب من مندوب بلاده الدائم لدى حلف شمال الأطلسي التصويت ضد منح فنلندا والسويد العضوية في الناتو ولفت إلى أن هذه الخطوة ليست ضد فنلندا والسويد بل في مصلحة كرواتيا كما أبدى قناعته بأن العمل جار في البوسنا والهرسك على تدمير الكروات كقوة سياسية وأن منع ذلك في مصلحة كرواتيا الخارجية الروسية تحذرت من أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو قد يجري تعديلات في تطوير التعاون بين دول مجلس القطب الشمالية سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية أكد وجوب النظر في انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو بما في ذلك تأثيره في الثقة المتبادلة بين دول القطب الشمالي ومؤسساتها العامة أعلن رئيس الروسي فاديمر بوتين ضرورة تقليل مخاطر استخدام البرامج والتقنيات الأجنبية جدريا وقال خلال جلسة مجلس الأمن الروسي في معرض حديثه عن المهمات الرئيسية التي يتعين تنفيذها في مجال تصدي للهجمات الإلكترونية إن المهمة الرئيسية الثالثة هي تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام البرامج الأجنبية وتكنولوجيا الكمبيوتر ومعدات الاتصالات جدريا وشدد على أن عمليات التحول الرقمي التي تجرى أو تجري الآن بنشاط في نظام الإدارة الحكومية والاقتصاد الروسي التي أطلقت منذ سنوات متعددة يجب حمايتها اليوم قدر الإمكان من أي تأثير سلبي محتمل من الخارج فاصل ونواصل من جديد أهلا بكم أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده جادة في الوصول إلى اتفاق قوي ومستدام وأنها تمتلك الإرادة والنية الحسنة لذلك جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبداللهيان ومسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل الذي أكد أسرار أوروبا على مواصلة الاتصالات بين طهران وواشنطن بهدف تقريب وجهات النظر فيما خص الاتفاق النووي رفضت سوريا فكرة التمديد لعمليات نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود التركية مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ ندد بمشاريع تركيا لإقامة ما يسمى منطقة آمنة في الشمال إن حكومة الجمهورية العربية السورية تدين مثل هذه التصريحات والمشاريع التي تمس بوحدة وسيادة الأراضي السورية وتطالب المجتمع الدولي بعدم مساومة نظام أردوغان على أراضي دول الغير والعالم وعدم دعم أو تمويل مثل هذه المشاريع القائمة على التطهير العرقي وتغيير البنية الديمغرافية والمساس بحقوق السوريين جدد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانيسكي رفض بلاده عبور المساعدات الإنسانية الحدود التركية إلى سوريا مشددا على أن جبهة النصرة هي المستفيد الأول منها جبهة النصرة الإرهابية أعلنت صراحة أنها لن تسمح بعبور المساعدات عبر خطوط التماسي من دمشق لأنها تفضل العبور عبر الحدود التركية الأمانة العامة تواصل تجاهل العواقب الاقتصادية الوخيمة المترتبة على الاحتلال الأمريكي لشمال شرق سوريا هناك جميع السوريين رهائن فالأمريكيون لم يسلبوا منهم مواردهم النفطية وحسب بل أيضا المساحات الزراعية الشاسعة تحركات الأتراك في سوريا لا تبدو منفصلة عن سياق دولي أوسع فالتوقيت يطرح أكثر من علامات السفهام تبرز فيها روسيا بوجودها العسكري الداعم لدمشق من جهة وبعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا حيث الغرب يسعى لإفشالها مهما كلفه ذلك تقرير محمد بو عبدالله سوريا مجددا في الأجندة الدولية ولعلها من تقاطعات الصراع الجيوسياسي الأكبر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا وبينهما تركيا المتأرجحة حيث المصلحة أو الأطماع التوسعية كما ترى دمشق ما تعلق الأمر بلوحدة الترابية السورية تعود المنطقة الآمنة المصطلح المنبوذ سوريا ليطرحه الأتراك في سياق لعله يرتبط ولو بشكل غير مباشر بمطالبهم تجاه توسيع عضوية الأطلسي فالفرصة تبدو مواتية لتحويل الأنظار إلى سوريا وذاك يختم الأمريكيين في صراعهم مع الروس ومع تلك العودة يعود اسم أبو محمد الجولاني في ظل أنباء عن لقاءات جمعته إلى مسؤولين استخبارتيين أمريكيين وبريطانيين وهي التهمة التي تلاحق زعيم جبهة النصرة إنجاز تسميتها كذلك منذ أن تناسلت الجماعات المسلحة في سوريا وتكاثرت قد يفهم من ذلك أن الصفقة في جزء منها هي تسليم إدلب للجولاني ونصفها الآخر أن تبتعد تركي عن روسيا وإيران وهم الثنائي الذي افتك من الأتراك تفاهمات في سوريا جرت بمقتضاها تهدئة الأوضاع الأمنية وتجميدها ولو نسبيا بحسب التطورات الإقليمية وربما تريد بذلك واشنطن ضرب عصفورين بحجر واحد فإلى جانب جعل الأتراك في مواجهة مع الروس يشغلونهم هناك في سوريا البعيدة عن أراضيهم بتحريك الجماعات المسلحة وتفعيل نشاطها لعل روسيا تضعف إزاء عمليتها في أوكرانيا ومن الشمال السوري شرقا إلى جنوب البلاد يبدو أن ثم تتحركات على هذا الصعيد فالحديث جار عن إعادة تفعيل غرفة الدعم العسكرية وهي المعروفة اختصارا بالموك وقد يكون التفعيل بحضور إسرائيلي أوسع هذه المرة يتوقع مراقبون ولا دخان بلا نار يقول المثل وعطفا لهذا الحديث عن الغرفة على تصريحات لملك الأردن فقد ترتسم بالأمرين بعض ملامح التحركات الغربية فابن الحسين عبد الله الثاني أثار مسألة خروج القوات الروسية محذرة من أن فراغها ستملأه إيران والموالون أو بتعبيره الوكلاء فهل في ذلك استدعاء لتدخل خارجي؟ مع بدء العد التنازلي لتنظيم الاستفتاء على الدستور في تونس كلف الرئيس التونسي قيس سعيد العميد صادق بلعيد بمهمة الرئيس المنصقي للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل أعداد دستور جديد للبلاد وتنقيح القوانين تطورات لم تخفف من حدة الأزمة السياسية في ظل تشكيك المعارضة في نزاهة المسار السياسي ومطالبتها بالحوار تقرير مراد الدرانسي خطوات الرئيس التونسي نحو تنفيذ وعوده السياسية وتركيز الجمهورية الجديدة تتضح يوما بعد يوم الإعلان عن إنشاء هيئة استشارية لصياغة دستور جديد قوبل بالرفض من قوى المعارضة التي ترى أن المسار الفردي للرئيس يجعل كل القرارات محل تشكيك بما فيها الاستفتاء المرور من دستور كان سيؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل إلى دستور يعبر حقيقة عن إرادة الشعب هي تركيبة عينها الرئيس لتشرف على استفتاء الرئيس للمسادقة على دستور الرئيس لتأسيس جمهورية الرئيس الثالثة ما بين مؤيد ورافض ومتحفظ لإجراءات الرئيس سعيد ومعارضة ترفض المسار برمته ينقسم المشهد التونسي فحتى فرص الانتلاق في حوار وطني تضاءلت في ظل تردد المنظمات الوطنية وتوجه اتحاد الشغل نحو رفض المشاركة في هذا المسار لا بد من الاطلاع بالنسبة للرأي العام ومن حق التونسي أنهم يطلعوا على مكونات هذا الدستور وحتى يمارسوا حقهم أيضا في الاستفتاء الحوار بالنسبة إليه يبدو كأنه لا يختلف عن الاستشارة أولا هو غير ملزم وثانيا الرئيس يريد أن يتم الحوار أو ما يسميه حوارا مع المتفقين معه أسابيع حاسمة تنتظرها الساحة السياسية التونسية وخاصة بعد دعوات المعارضة إلى مقطعة الاستفتاء وإصرار أنصار الرئيس على إنجاحه وسط أزمة اقتصادية حادة الأسابيع المقبلة ستتضح خلالها الخطوط العريضة للدستور الجديد التي لن تختلف كثيرا عن مخرجات الاستشارة الشعبية لكن السؤال المطروح هو هل تتحمل البلاد السيرة وسط انقسام سياسي يزداد حدة يوما بعد يوم مراد الدلنسي تونس الميادين عين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وزيري خارجية ودفاع جديدين في حكومة إلدابيث بورن في خطوة تسبق الانتخابات التشريعية الشهر المقبل واخترى ماكرون سفيرة فرنسا في لندن كاترين كولونا لتكون وزيرة للخارجية ما يجعلها ثاني امرأة تتولى هذا المنصب كما أعلن قصر الإليزي تكليف الوزير السابق لأقاليم ما وراء البحار سيليسيان لكورنو بحقيبة الدفاع خلفا لفلورانس برلي فرضت الهند قانونا جديدا على المسلمين في كشمير من شأنه أن يجعل حياتهم مراقبة وزير الخارجية الباكستانية استنكر الإجراءات الهندية ووصفها بالعنصرية كما استبعد إجراء حوار مع نيو درهي استنكر وزير الخارجية الباكستاني بلاوال زارداري فرض السلطات الهندية قانونا على المسلمين في كشمير يجعل حياتهم تحت المراقبة القانون يجبر أصحاب المحال على تجهيز متاجرهم بكاميرات متطورة لمؤازرة الشرطة في مراقبة تحركات السكان ما عده الوزير الباكستاني إجراء عنصريا من الصعب التعامل مع دولة تطبق سياسة عنصرية في جامو وكشمير ندرك تماما أن النشاط الاقتصادية والحوار والدبلوماسية هي في نهاية المطاف الطرق والوسائل التي تتيح للدول التحدث معا وحل الخلافات ليس القانون الهندي وحده ما أعاد منطقة كشمير المتنازعة عليها إلى واجهة الأحداث من جديد بل التعديلات التي أدخلتها السلطات الهندية على الدوائر الانتخابية أيضا هذه التغييرات انتقدها وزير الخارجية الباكستاني ورأى البعض أنها تضعف أصوات المسلمين في المنطقة بالتطور المثير للقلق هكذا وصف المدير السابق لمنظمة العفو الدولية في الهند أكارب باتل إجراءات بلاده في كشمير ورأى أنها ستشرع المراقبة الكاملة لحياة المدنيين بما يهدد حقهم الإنسانية بالخصوصية وحرية التجمع والاستقلالية هذا وستغرم السلطات الهندية مخالفي الإجراءات الأخيرة بدفع المال وإلا فسيدعون في السجن لمدة شهر كذلك فرضت إطار أمني صارما جعل من قيام احتجاجات شعبية أمرا شبه مستحيل في ظل إعلان دول كبرى منتجة للقمح نيتها الحد من حجم تصديرها لهذا المحصول تأمل دمشق أن يكون إنتاجها للقمح لهذا العام ملبيا لطموح البلاد في ظل العقوبات التي تسعى لمنع سوريا من الحصول على إنتاجها من القمح رضا الباشا من ريف حنب على مساحة مليون ونصف مليون هكتار من الأراضي المزروعة بالقمح تراهن دمشق لعام 2022 مساحة زراعية يؤمل أن تؤمن حاجة البلاد من محصول القمح سيتم بالقريب العاجل إصدار مجموعة من القرارات الخاصة بتصويق خاز المحصول ووضع ميزات تفضيلية وتسهيلات لتصويق خاز المحصول بحيث نضمن تصويق أكبر كمية ممكنة من الإنتاج المحلي وفي حال حدوث أي عجز بالكميات المتاحة المسلمة للمؤسسة العامة للحبو تعمل الحكومة على استيراد العجز الجفاف وحجز تركيا مياها نهر الفرات خلف سدودها إلى جانب سيطرة مسلحي قصد التابعين لواشنطن وآخرين تابعين لتركيا على مساحات زراعية طالما شكلت مصدرا لقمح البلاد عوامل دفع الدمشن إلى العمل على رفع سعر استجرار القمح والتخفيف من شروط كانت تفرض على الفلاح ناقش لموضوع المحروقات بالنسبة للسيارات الناقلة للحبوب وأيضا للحصادات وتم وضع آلية من أجل إيصال هذه الكمية المحروقات بشكل مدعوم إلى كافة الأخوة سواء ملكي الحصادات أو الجرارات أو السيارات النقل العامة تسهلة يرى الفلاحون أنها لا ترتقي إلى الطموح المرجو فزراعة القمح كباقي قطاعات الحياة في البلاد تحتاج اليوم إلى لوازم إنتاج تمنع عقوبات قيصر الأمريكية توفرها عم نعاني من مشاكل البعل وسقي في عنا نوعين السقي يعني عم نعاني من المحروقات كثير عم نعاني كمان أسمد الغالي علينا كمان مشهد بات يتكرر في ظل مساعي حكومية للتخفيف من معاناة المزارعين فزراعة القمح تشكل سبيلا لتوفير نحو 30% من ميزانية الدولة السورية أمال كثيرة يبنيها السوريون على محصول هذه الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح هذا المحصول الذي تعاني دمشق في تأمينه خلال السنوات السابقة بسبب سيطرة كل من تركيا وأمريكا على مساحات شاسعة من الأراضي المخصصة لزراعته في شمال شرق سوريا وشمال غربها رضا الباشا من ريف حلب الشمالي الميادين ضمن فعليات قمة روسيا العالم الإسلامي في العاصمة التتارية قزان يقام معرض إكسبو حلال الذي يعد من أهم فعاليات القمة تقرير يارا حسن بالتوازي مع المؤتمرات والاجتماعات والندوات يقام إكسبو حلال ضمن فعاليات قمة روسيا العالم الإسلامي إكسبو حلال وهو المعرض الوحيد والأكبر في الاتحاد الروسي لصناعات الحلال يستمر ثلاثة أيام حيث يقوم المصنعون والمنتجون من روسيا ودول رابطة الدول المستقلة والدول الإسلامية بتقديم منتجاتهم وخدماتهم الحلال بهدف استقطاب أسواق جديدة لقد جلبنا أكثر من عشرين منتجا حلالا اليوم من مزرعتنا في موردوفيا نصنع منتجاتنا وفق المعايير الحلال وهذه المنتجات مطلوبة بشدة إكسبو حلال هو أيضا مساحة تنويرية حيث تحضر المدارس الإسلامية الروسية بهدف التواصل مع المراكز التعليمية في العالم الإسلامي وتعميق التعاون نتعاون مع أكثر من ثلاثين جامعة من بينها خمس عشرة جامعة من العالم الإسلامي كالأزهر وجامعة دمشق وغيرهما ويأتي إلينا أستدة من الجامعات الرائدة هناك فعاليات إكسبو حلال تتضمن إلى جانب عرض وتقديم المنتجات ورشاة تعليمية للخط العربي والفنون الإسلامية تسعى الشركات التي يستقطبها إكسبو حلال كما المستثمرون إلى دعم تجارتهم وصناعتهم بما يتوافق مع المعايير الحلال ومواكبة المتغيرات والتوجهات الاقتصادية العالمية ياري حسن قازان الميادين رحل الشاعر مظفر النواب تاركا إرثا غنيا في الأدب والشعر والنضال وزاخرا بالمواقف الوطنية دفاعا عن قضايا الأمة ولسيما فلسطين تقرير عبدالله بدران قمم قمم ماذا على ظنم جلالة الكبش على سمو ناتة على حمار بالقدم منذ البداية قالها ترجل اليوم وبقيت نبوأته تكرر صدقها رحل وبقي اسمه في القمة عن ثمانين وثمانين سنة تأفل شمسه ويطل الموت الذي لا بد منه رائدا في الأدب والشعر والنضال متألقا مبرزا تاركا إرثا غنية زاخرا بالمواقف الوطنية المشرفة مضمنا أسفار الشعر بفصيحه والعامي ما يعتصر قلب الأمة في صميم قضاياها ومرير نضالها في سبل التحرر والانعتاق على الرأس منها قضية فلسطين التي كانت رفيقة النواب منذ أن سطر باكورة نتاجه في مقتبل العمر شب النواب المولود في الكاظمية ببغداد متلمسا توجها سياسيا في غمرة تزاحم التيارات واستراعها مع انبثاق حركات التحرر في العالم فاختار الانتماء إلى الفكر اليساري مذكرا في كثير من نصوصه الشعرية التي لم تخلو من لذاعة النقد وقسوة المشفق على الأمة من عناصر القوة في السلطة التي ينبغي توجيهها في خدمة قضايا الأمة وفي مقدمتها صراع كرامتها واسترداد أرضها السليب بدلا من قمع أحرارها والاستئساد عليهم الملاحقة والاضطهاد لم يفلحا في تغيير ما في وجدان النواب من قناعات ولم يسكت الاعتقال والتشريد لسانه لا ولا التهديدة بالاغتيال ظلت قريحته سيالة فياضة مدوية كآذان المساجد وأجراس الكنائس مذكرة ملهمة ومحرضة على رفض كل ما لحق بالأمة من هوان وتراجع برغم تنقله كالمهاجر بين طهران وأوروبا والقاهرة وبيروت وترابلس كانت دمشق لفترة طويلة وتاليا الشارقة خياره ومحطر حاله بعدما وهن منه العظم من دون أن تهن روح العنيد وصلابة المقاوم ليورث أجيال الأمة وطلاب الحق فيها عصارة أدبه وفكره مخلدة شخصية المضفر وإن رحل شخصه وتظل تنأى أيها الوطن الرحيل كأن قصد مستحيل عبدالله بدران بغداد الميادين وفي الختام تذكير بالعناوين الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ إسرائيلية فوق ريف دمشق الجنوبي ومحيط مطار دمشق الدولية لا يتوهمن أحد أن العالم العربي قادر على حماية لبنان السيد نصر الله يؤكد أن الشعب الفلسطيني حسم خياره بالمقاومة ولم يعد ينتظر أنظمة عربية ولا جامعة عربية ولا أمم متحدة بعد فقدان حكومة فنة الأغلبية المؤيدة الليكود يعتزم طرح مشروع لقانون أو قانون لحل الكنيسة والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن ضبابية تحيط بزيارة بادن كيان الاحتلال الدفاع الروسية تعلن انتهاء عمليات تحرير منطقة أزوفستال ومدينة ماريوب بلو السلام آخر مجموعة من قومه أزوف وتظل تنأى أيها الوطن الرحيل كأن قصد مستحيل رحيل الشاعر مظفر النواب تاركا إرثا من الأدب والشعر لم يخلو من النقد اللادع وقصوة المشفق على الألمى لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجنزية والإسبانية إلى اللقاء اشتركوا في القناة